ازاي اكو عاملين ايه يا رب الجماعيكم بخير كنا اتكلمنا قبل كده عن التحرش الجنسي بالاطفال عن اسبابه وعن الاعراض اللي بتظهر اللي احنا نقدر نقول ان الطفل اتعرض للتحرش او لا وكنا اتكلمنا عن ازاي نوعي ولادنا ضد التحرش طيب دلوقتي جاينا سؤال كيف تتصرف الام ازا كان الاب او احد اقارب الدرجة الاولى هو المتحرش ازاي الام تتصرف في الحالة دي اول حاجة الام ما ينفعش تسكت تمام وان هي كده بتدري الفضيحة وانها غلط تتكلم والكلام ده كله لان هي كده في نظر ابنها او بنتها هتبقى ما خدتلوش حقه تمام وبالتالي مش هيقول لها حاجة بعد كده تمام فلازم الام تتكلم طيب تتكلم مع مين تتكلم مع حد متخصص تمام عشان يقول لها ايه الطريق اللي هي هتسلك فيه لو بشكل قانوني او تتكلم مع احد الاقارب اللي هي عندها ثقة كبيرة جدا فيهم تمام ولازم تطلب مساعدة متخصص عشان يقول لها تتعامل ازاي مع ابنها او بنتها تمام المتعرض اللي تعرض للتحرش كمان لازم لان هي مسؤولة دلوقتي عن حماية ابنها جسديا ونفسيا هي مسؤولة عن حماية ابنها جسديا ونفسيا عشان كده لازم تتكلم تمام او لازم تشوف طريقة تاخد حق ابنها او بنتها ايا كانت الطريقة بقى هي هتتكلم مع حده متخصص وهيوجهها تعمل ايه تمام لان طبعا سكتها ده هي هتتسير عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى لان هي سكتت وماخدتش حق ابنها او بنتها تمام يبقى هنا كده لو كان المتحرش احد اقارب الدرجة الاولى الام ما ينفعش تسكت هتحاول تتكلم مع احد الاقارب او مع شخص متخصص هتحاول تتجه تلجأ الى القانون تمام لانها مسؤولة في الحالة دي عن حماية ابنها نفسيا وجسديا تمام وما ينفعش تسكت لانها لو سكتت هتتسئل عندها قدام ربنا سبحانه وتعالى تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام